السلام عليكم أخوتي كنتم منّا تكونوا بألف خير اليوم سنتعرفوا على سر وراء فشل صفقة انتقال حاكم زياش إلى نادي النصر حسب ما نشره صحفي سعودي وهذا بطبيعة الحال من بعد ما اكتر الكلام على أسباب فشل هذه الصفقة ندخلوا في الموضوع والذي سيكون مختصار كيف العادة بداية ألف مبروك للمنتخب الوطني تأهل الألعاب الأولمبية والذي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريز إنجاز لكي يسحق كل تنويه بحكم أن المنتخب الوطني غاب للمدة 12 عامة للألعاب الأولمبية أما بخصوص سر وراء فشل صفقة انتقال حاكم زياش إلى نادي النصر السعودي انشر الإعلام السعودي فلاح قحطاني من صحيفة عكاد واحد تغريدة على الحساب دياله الرسمي والذي كان فيها كلام مفاجئ وكان فيه قعص خناريوهات اللي اتقالت في الآوينة الأخيرة والتغريدة كانت كالتالي كاتور الحديث عن المفاوضات النصر لحاكم زياش والكثير ألمح أن عدم إتمام التعاقد بسبب عدم تجاوزه الفحص الطبي والحقيقة أن اللاعب لم يجري الفحص الطبي أساساً لأن النصر طالبه بالحضور إلى مدريد لإجراء الفحص هناك بحضور طبيب النادي ورفض اللاعب وأصر أن يكون الفحص في المغرب ومن هناك أغليق الموضوع إذن كانت التوضيح من الإعلام السعودي واللي أكد فيه أن حاكم زياش مدوش الفحص الطبي من الأساس ونفى الشائعات اللي كانت كتروش في الآوينة الأخيرة ما زال الصمرين مع نفس اللاعب اللي هو حاكم زياش بحيث أكدات العديد من المواقع التركية أن نائب رئيس نادي جالتا سراي أردن تايمور سافر للعاصمة الإنجليزية لندن وكان عنده لقاء بكل من إدارة تشيلسي وكذلك وكيل أعمال اللاعب المغربي حاكم زياش وكذلك موقع ترونسفير ماركت أكدوا هذا الخبر وتكلموا على أن نائب رئيس نادي جالتا سراي أردن تايمور كان عنده اجتماع مع إدارة تشيلسي وكذلك مع مدير أعمال اللاعب المغربي بهدف أن يأخذوا حاكم زياش على سبيل الإعارة الموسم واحد مع خيار شراء وحتى الاسم اللاعب أوباما يون كان مذكور في المفاوضات حيث نادي جالتا سراي حتى هو بغي تعاقد معه إذا تشيل كاين ما تنسوش عطاون الأراء ديلكم بخصوص كلام الإعلامي السعودي واشكي يبليكم بغي يخرج نادي النصر من الضغط بعد الرد اللي كان من حاكم زياش بسطوري المشهور اللي كنا شاهدناه على الإصابة دياله على مستوى الركبة حيث هنا نادي النصر كان تحط في موقف محرج غنت سننا الأراء ديالكم وكيف العادة اللي ما زال ما انضمش العائلة فوتفليكس سيرجع البطونك حلى بيضة وهو معنا كان معكم أخوكم محمد من قناة فوتفليكس صلوا على رسول الله وأستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا وتفائلوا خيرا تجدوا